أستثارة أنا مش حاساها جد في طلب الطلاق لا هي واضح إن هي اللي بترجع في بص في علم نفس بتاع الوقت بتاع الطلاق ده في حاجة اسمها mental divorce أو اللي هو بنسميه الطلاق العقلي والطلاق العاطفي يعني إيه ده إيه الطلاق العقلي والعاطفي دي إن أنت بتبقى عايشة مع واحد لكن أنت من جواكي فعلا حصل انفصال ما بينكم وبينيش هذا الشخص فوصلتي لمرحلة إنك فعلا من جواكي شعوريا وبعقلق الباطل وعقلق الحاد الواعي اللي اتنين أنت انفصلتي فده بنسميه mental divorce لما بيحصل ده ممكن أنا بعايشة معاه وحسك كده بالضبط فلما بيحصل ده أنت ما بترجعيش في كلامك لما بتيجي تقولي خلاص أنا حتطلق وفعلا بيحصل الانفصال ده لما العالم كله بيتكتل عليكي علشان يقنعوك بغير ذلك ممكن أكلامك بقى يعني ده كلام علمي أكلامك بالبلدي بقى بلغة الشرق تفضل حضرتك وانتي معاه اتعودي على عدم وجوده عشان لما تيجي تمشي فجأة ما تتوجعيش دي مش ندلة برضه أسألك تاينة بسو سويا يعني أنا بتعود على بعدك وأنا معاك عشان أنا بعد كده لا دي مش ندلة دي خيب ترجمة نانسي قنقر